معنا مشاهدين نبدأ كالعادة باستعراض الخريطة وتفاصيل التطورات الميدانية لهذا اليوم العملية العسكرية الروسية تدخل يومها السابع عشر وسط تصاعد القتال في أكثر من صعيد في وسط وشرقي البلاد كذلك مع إعلان مصادر رسمية أوكرانية بإعادة فتح الممرات الآمنة لإخراج اللاجئين من البلاد تشهد مدينة ماريو بول تدفقا للاجئين مع إعادة فتح الممرات الإنسانية بها اليوم هذا وتعرضت مدن خاركيف وتشنهيف وسومي لقصف روسي بالصواريخ واصطى دعوات من أوكرانيا لوقف هذه الضربات في مدينة كييف مشاهدين العاصمة أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير المركز الرئيسي لأحد فروع الاستخبارات الأوكرانية في مدينة بروفاري شرقي العاصمة والمطار العسكري في فاسل جيف وفي مدينة لوغانس كذلك أعلنت القوات الأوكرانية قصف أربع مراكز سكانية وهو ما أدى لإلحاق أضرار بعد بعد من المباني السكانية شاهدت منطقة زابوروجيا مشاهدين كما تلاحظون من هذه الخريطات تمركزا خاصا لوحدات الجيش الروسي وتعرضت مدينة لوتسك لقصف من القوات الروسية تعرضت أيضا مدينة إيفانوفان كيفيسك للقصف من القوات الجوية الصاروخية الروسية وسط توقعات باستمرار حالة التصعيد الأمني بالمدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر